بسم الله الرحمن الرحيم تكلمت على الحدادة أو الطرق تكلمت على العدد المستخدمة في الحدادة اليدوية تكلمت على فرن الحداد الواقور تكلمت على السندان تكلمت على المطار تكلمت على الملاقط تكلمت على بعض العدد اليدوية هنبدأ نكمل إحنا قلنا library هناك חدادة يدوية إن أنا بسخن الشغلة الموجودة عندي وأبدأ في الفرن لغاية لما توصل لدرجة حرارة أمسكها باللقت وأبدأ أخطها على السندان وأبدأ عن طريق المطار اللي عندي أبدأ أشكل زي ما أنا عايز طيب التشكيل دوات كنا بنقول لما القطع اللي موجود عندي صغيرة والكميات قليلة القطع صغيرة والكميات قليلة طيب هنا لما نجي نتكلم على الحدادة الآلية الحدادة الآلية وبنا هستخدم إيه؟ هستخدم عندي معدات هي عملية تشكيل للمعادن على الساخ وذلك بكبسه يبنا بعمل عملية كبس يبنا عندي الشغلة بحطها وبعد إيه؟ بيحصل كبس عليه تمام؟ فيه قوالب القوالب دي تمثل إيه؟ المراد الحصول عليه وذلك باستخدام الكبس اللي موجود عندي يا إما تصادمي يا إما تصادمي يا إما اتيه؟ ليه ماشي تدريجي كده؟ كبس بيبدأ تدريجية يبقى الكبس موجود عندي يا إما تصادمي يا إما إيه؟ يا إما تدريجي لتشكيل الجزء إليه؟ لتشكيل الجزء المطلوب الفيديو ده بيوضح لي إن أنا بعمل عملية تشكيل يبقى هو أتحط كده وبص كده طيب ايه عملية ايه. بتحصل عملية اجسادة للشغلة اللي موجودة عندي. فبناءنا عليه? بيبدأ ايه? يعمل عملية طارق. يوبا هي عملية تشكيل للمعدن علي الساخن وذلك بكسوها في قوالب. تمثل الشكل المطلوب. المراد الحصول عليه. وذلك باستخدام ايه الكبس اللي عندي. يا اما تصادمي. الكبس اللي عندي. اما تصادمي. يا اما كبس ايه? تدريج. الكبس الموجود عندي اما تصادمي. اما تدريج. بعد كده الحدادة الالية الحدادة الالية دي استخدم عندما تشكو تكون اشغال الحدادة يبا احنا قلنا الحدادة اليدوية تمام الاشغال اللي موجودة عندي بتوبة ايه صغيرة الحج تمام وكميات عندي ايه كبيرة دي الحدادة الالية طب الحدادة اليدوية لا ده العكس الكميات اللي موجودة عندي بتوبة صغيرة والكميات المشغولات اللي عندي صغيرة تلحج وبعد كده الكميات ايه صغيرة طب الالية لا تستخدم عندما تكون اشغال الحدادة كبيرة الحج يبقى عندي مشغولات كبيرة عايز اعمل لها عملية تشكيل عن طريق المطارق مسلا والكميات اللي تكون عندي بردك بتبدأ تكون كبيرة وابدأ اعمل لها من المنتجات وتتم عن طريقه المطارق الالية يبقى انا نستخدم ايه المطارق الالية طب الكابس اللي موجودة عندي في المطارق دي يمع قلنا يمع تدريجي واحدة واحدة كده يمع تلاقيه تساقط الخصائص العامة للحدادة في عندي بعض الخصوص كده اللي أنا لازم رعيها وأنا إيه وأنا بعمل عملية الحدادة الموجودة عندي أول حاجة أن هي بتنتج لي الأجزاء المعقدة يبقى الحدادة دي بتعمل ليه بتنتج لي الأجزاء المعقدة تاني حاجة أن أنا بسيطر عليها على انتشار أنا ببدأ المعدن اللي موجودة عندي ببدأ أسيطر على انتشار المعدن والتركيب الحبيبي فيه في عملية الطرق ببدأ أسيطر على انتشار المعدن والتركيب الحبيبي في عملية ليه الطرق طيب انا ممكن انجازها في حالتين اذا كان البارد او اذا كان الساخن يبقى انا ايه اتكلمت على الخصائص الخصائص دي منها ان انا بنتج منتجات المنتجات اللي موجودة عندي بتبقى معقدة الشكل ايه تاني ان انا ممكن انجاز العملية الترق اللي موجودة عندي ايه مع البارد ايه مع الساخن ثالث حاجة ممكن اتسيطر على انتشار المعدن اللي موجود عندي والتركيب الحبيب ايه في عملية ليه في عملية الترق دي خصائص العام الحدادة اليدوية فيه تطبيقات انا ممكن استخدمها بالليه بالحدادة الالية ايه تطبيقات دي فيه صناعة السيارات يعني ممكن في صناعة السيارات استخدم ليه الحدادة الالية في صناعة الفضاء ممكن استخدم الحدادة الالية تصنيع منتجات زي ايه المنتجات اللي انا ممكن اصنعها للحدادة الالية بستخدم عسل عمود الكرنك ممكن اصنعه عن طريق الحدادة الالية ايه تاني عمدت التوصيل التروس تمام ممكن عن طريق الحدادة ليه الالية ايه تاني هياكل الطائرات ممكن عن طريق الحدادة الآلية ايه تالت اجزاء المحركات التربونية تمام ممكن برضك عن طريق الحدادة يبقى فيه عند تطبيقات تطبيقات دي بستخدمها في الحدادة الآلية اول حاجة ان انا ممكن في صناعة السيارات تاني حاجة في صناعة الفضاء تالت حاجة في تصنيع منتجات ان انا مثلا عندي عمود كرانك عايزة صنعه تمام عن طريق الحدادة الآلية مثلا اعمدة التوصيل برضك عن طريق الحدادة الآلية التروس برضك عن طريق الحدادة الآلية هياكل الطائرات عن طريق الحدادة الآلية أجزاء المحركات التربونية أشهر المطارك الموجودة عندي المستخدمة في الحدادة اللي هي المطرقة التساقطية بالجاذبية أشهر المطارك المستخدمة في الحدادة منها إيه؟ أول حاجة المطرقة التساقطية بالجاذبية لو جينا بصنا على الصورة على الشمال دي دي عبارة على اللوح اللوح اللي موجودة عندي مراكب فيه درفلين تمام؟ ولوحه الاسقاط ده بينزل عن طريق الجاذبية اللي موجودة عندي يبقى ها بتعتمد على قوة الكابس والتساقط على مبدأ الجاذبية يبقى انا عندي لو جيت بسيط على المقطع ده او الشئة للصورة ديت هلاقي فيه مكبس سفلي وبعد كده فيه مكبس علوي وبعد كده فيه اللي هو قطعة الشغل اللي موجودة عندي اللي بيحصل ايه عاملت الكابس يعني انا لو جي اللوح دوت جي نزل كده عن طريق الدرفلين دول بيبدأ الدرفلين يبعدوا عن بعض بيبدأ اللوح يروح جاي نزل يروح جاي عامل لعملية اسقاط عن طريق الجاذبية اللي موجودة عندي فبيبدأ ايه يبدأ يشكل المعدن الطريقة دي بتعتمد على عملية ايه الكابس عطريقة ان فيه لوح اللوح ده يراكب فيه درفلين الدرفلين دول ساعة ما يبعدوا عن بعض كده بييجي اللوح ده يروح جاي ساقط على قطع الشغل الموجودة عندي يروح جاي عامل لي ايه عملية اه كابس بعد كده لو جينا بصينا على الفيديو ده ده فيديو بوضح بدأ تسخل الشغل اللي موجودة عندي بدأ يمسك اللقط اللي احنا كنا تكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت بدأ يحطها على المطرقة اللي موجودة عندي بدأ يسبتها عن طريق حاجة كده اشبه بالمنجلة عشان خاطر يبدأ يسبت قطعة الشغل اللي موجودة عندي عشان ما ترحلش منه كده وكده بدأ هيدغب هو على زراعة كده هيبدأ ايه? الزراعة على اليمين دوت هيبدأ يضغط عليه لتحت هتبدأ ليه المطرقة تنزل او اللوح البتاع المكبس اللي موجودة عندي ينزل بالشكل دوت بدأ هو يشيل الاجزاء المتطيرة اللي موجودة عندي بدأ يجبس تالي بدأ يجبس تالت عن طريق اليد بينزل يد فاللوح اللي موجودة عندي ينزل بالشكل دوت ادي مطرقة بدأ يفوق وهيبدأ يشيلها عن طريق اللقط اللي موجودة عندي بالشكل دوت وبدأ يعمل لها عملية تبريد نتكلم على المطرقة البخارية المطرقة البخارية دوت بتتعمد على القوة الناتجة من حركة البخار خلال مكبس يبقى فيه عند مكبس المكبس دوت بدخله هوا تمام عن طريق بدخله بخار آسف دخول وخروج البخار عن طريق المكبس المكبس ده او غرف الدخول وخروج البخار من الممرات المختلفة ومنها ما هو كتف ومنها ما هو بكتفين لو جينا بصينا على الصورة ديت في عندي المكبس اللي هو السفلي اللي هو الكعب 단 строTINьте بعد كده محتوط علي قطعة الشغل اللي موجود عندي بعد كده فيه مجبس علوي بعد كده فيه المطرقة دي عبارة عن دخول وخروج الهواء يبقى بيدخل من فوق الهواء تمام وبيبدأ المجبس بينزل بيطرق المجبس بينزل عن طريق البخار الموجود عندي ضغط البخار الموجود عندي فبيبدأ عملية ليه عملية الطرق فيه عندي قلت المجبس دوة فيه منه بكتف واحد وفيه منه ايه بكتفين يعني لو جينا بصينا على الشكل دوة ده المطرقة البخارية اللي عليمين دي المطرقة البخارية بكتف واحد بالشكل دوت وعندي المطرقة البخارية اللي في الصورة التانية ديت بكتفين بعد كده ده فيديو بيوضح ده عبارة عن مطرقة المطرقة ديت فيه مطور المطور ده متوصل عن طريق طارة طارة بسير بدأ هو عن طريق السوستة اللي موجودة عندي يعمل عملية طرق للشكل الموجود عندي بدأ هو يطرق بدأ السوستة تشتغل المطور دوت راكب فيه طنبورة متوصل بسير بيوصل بطارة تانية بيبدأ عن طريق زراعة كده عن طريق السوستة اللي موجودة عندي فوق بيبدأ ايه بينزل المكبس اللي موجودة عندي بيعمل عملية طرق بالشكل دوت بدأ يطرق قوت بحيس ان هو يساوي السطح اللي موجود عندي اللي هو يشتغل عليه ده كجزء من ده كمكبس فيه مكبس تاني ده اللي بيستخدم ده بقى المكبس اللي عندي التساقوطي ده عندي اللوح اللوح هينزل بالشكل دوت على قطعة الشغل الموجودة عندي درفلين دول ساعة ما بعيده عن بعض كده اللوح هيروح جاي نازل بالشكل دوت طبعا حطة الشغل الموجودة محطوطة عندي بدأ هو يشرح الأجزاء بتاعة المطرقة اللي موجودة عندي بدأ هو بعد كده هيجي اللوح هينزل تساقطي عن طريق ان هو الرولين اللي موجودين عنده او الدرفلين دول هيبقيده عن بعض بالشكل دوت بدأ الدرفيل بدأ هو يسحب الأول اللوح لأعلى بعد كده الدرفلين بقعده عن بعض بدا هو continuous الدراع دوت بدأ ينزل بالكبس اللي موجودة عن دوت ده تصادومي تمام ده كنوع من المطرقة الايه التساقطية بالجاذبية احنا قلنا عبارة عن لوح بعد كده في عندي المطرقة التانية البخارية بدأ هو يحط قطعة الشغل الموجودة عندي على الاعداء وبدأ هو هيوريني دخول وخروج البخار بدأ هو يشرح المكانة هنا الاجزاء بتاعت المكان الموجودة عندي شفت حركة حركة الدراع او المكبس بدأ هو بيوريني دخول وخروج البخار بماشي بقاني طريقة او بشكل ازاي عن طريق مواسير وضغط اوة بدأنا نشوف التلات مطارك موجودين عندي بعد كده هنتكلم على عمليات الطرق الرئيسية تمام في عندي الطرق بالقالب المفتوح وفي عندي الطرق بالقالب المغلق وفي عندي الطرق بالقالب محكم الغلق يبقى في عندي تلات عمليات لعمليات الطرق الرئيسية في عندي الطرق بالقالب المفتوح وفي عندي بعد كده عمليات الطرق بالقالب المغلق وفي عندي بعد كده تلات حاجة عمليات الطرق بالايه بالطرق اللي هو المحكم ليه محكم الغلق الطرق بالقالب المفتوح ده احد انواع الطرق على الساخن حيث يتم تسخن المعدن انا ببدأ اسخن المعدن الموجودة عندي عند درجة حرارة مناسبة بعد كده بيتم الطرق بين قالبين. لو جينا بصنا بالصورة على الشمال في عندي آآ قاعدة محطوط عليها قطع من الشغل. القطع دي المقطع بتاعها دائرة والمقطع بتاعها التاني مربع. بدأ يحط الجزء التاني بتاع القالب عشان يحصل عملية طرق عليه. وده كمشغولة حقيقية الصورة اللي تحتديت دي كمشغولة حقيقية لليه للطرق اللي موجود عنه. يبقى احنا قلنا احد انواع طرق على السخل. بيتم ازاي? بيتم لما لما جاء سخن المعدن اللي موجود عندي. بسخنه عند درجة حرارة ايه? مناسبة. بيبدأ يتم الترك بين ايه? القالبين. القالبين دول مستقيمين. بيسبت القالب العلوي في الزراع المتحرك للمطرقة. بنسمي له ايه? المطرقة ازا كانت بخارية ولا ازا كانت ايه? هوائية. والجزء السفلي مسبت بالقعدة. يبقى عبارة عن جزء ايه? جزء علوي وجزء سفلي. الجزء العلوي مسبت بالمطرقة اللي موجود عندي ازا كانت بخارية او هوائية الجزء السفلي مسبت ايه مسبت بالقعدة اللي موجودة عندي. ولو جينا بن بصينا على الاشكال اللي موجودة اللي ممكن تتعمل. الادي شكل عندي اللي هو الشكل دوت اللي على الشمال فوق ده مقطع مقطع دائري والتاني مقطع ايه مقطع مربع. تاني حاجة تاني عملية اللي يسمعها الطرق بالقالب المغلق. الطرق بالقالب المغلق بيشكل معدن وبياخذ شكل تجويف يعني فيه شكل تجويف يعني انا بجيب القالب وبعدين بجيب القالب التاني وبعدين بجيب المعدة اللي موجودة عندي. فبيديني شكل القالب من جوة بيديني شكل القالب اللي انا عايزه. فبالضغط عليه بيديني المنتج اللي موجود عندي. ازاي? ان انا بشكل المعدن وبعدين جي باخد شكل التجويف اللي هو شكل اللي ايه? شكل المنتج اللي انا عايزه. حيث يتم طرقه بين نصفي القالب ويتم الطرق عليه مرة او اكثر من مرة. يعني انا ممكن اترك عليه مرة واحدة وخلاص شكله المعدة اللي عندي او ممكن اترك عليه عدة ايه عدة طرقات عندي يبقى انا في عندي اه جزئين في سفلي وفي علوي الاتنين من جوه واخدين شكل القالب اللي انا عايزه بعد كده لما حط الجزء اللي عندي المعدن اللي عندي او الخامة اللي عندي اللي انا عايز اعملها عمليه الطرق وبعد كده حطها بين الجزئين دول لما بعد ما خلص خالص بابدأ اشوف المنتج اللي موجود عندي بيديني شكل ايه شكل المقطع اللي عندي وهذا الطرق يجبر المعدن على ايه ملق التجويف اسناء الطرق يخرج جزء من المعدن مكونا طبقة رقيقة يطلق عليها بالزائد. يبقى فيه هنا جزء زائد. الجزء زائد دي بتلاقيها على الاطراف اللي موجودة عندي. يبقى الطرق بالقلب المغلق غير الطرق بالايه? بالقلب المفتوح. القلب المفتوح انه بقى عن جزءين بتحطوا على بعد. بابدأ اعمل عملية طرق موجود عندي. انما الطرق بالقلب مغلق يبقى الجزء اللي جوه اه مقفول. مغلق. تمام? ان انا بقى ممكن اطرق عليه مرة واحدة او ممكن اطرق عليه عدة مرات موجودين عندي. بعد كده بتكلم دي طرق الطرق بالقوالب المغلقة. في عندي اه خامة. خامة دي محضرة من اكبر من الحجم المطلوب للتجويف. انا عايز اشكل الحامة دي. الخامة اللي موجودة عندي دي. بحيس تديني في الاخر المنتج النهي بعد التنظيف. يبقى دي الخامة اللي موجودة عندي. بعد ما عملها بعد ما بتمشي المراحل طرق بالقوالب المغلقة. انا في الاخر عايزة بالشكل المندق. ده كجزء اعمل. يبقى انا في عندي ده المعدن بابدأ اسخل المعدن قبل الطرق. وبعد ما بسخل المعدن قبل الطرق احطه بين القلبين. وبابدأ اعمل عملية طرق موجودة عندي. احنا قلنا مرة ممكن اطرق آآ يدوي آآ مرة واحدة. وممكن اطرق ايه? عدة مرات. كويس? بعد كده بيقش المعدن بيجد كبس بضغط كبير. بعد كده بيخرج للمعدن بالشكل دوت. وبابدأ ايه? اشطابه عن طريق ايه? عن طريق المكن الموجود عندي بحيس ان ايه? يديني المنتج النهائي بعد التنظيم. يبقى ادي طرق الطرق بالقالب المورقة. اول حاجة المعدن بيجيني بالشكل دوت. بعد كده اللي هو المعدن المحضر من اكبر من الحجم المطلوب. بعد كده بحط المعدن اللي موجود عندي. قبل ما بعد ما سخنه. يبقى انا سخنته وحطيته. حطيته من القلبين اللي موجودين عندي. بعد كده بعمل ايه? بعمل عملية طرق مرة او اكتر من مرة. بعد ما اعمل عملية طارق بكبس. بعد ما اعمل بعد ما اعمل عملية الكابس او طارق دوت بيقروج لايه? المنتج النهائي اللي موجود عندي. بس بيكون في زوايد. فببدأ اعمل له عملية تنظيف عشان استخدم المنتج دوت في الشغلة اللي انا عايز. بعد كده الطارق بالقالب محكم الغلق. النوع دوت شبيب النوع السابق. ولكن بدون ظهور الزوايد. تمام? يحتاج جهاز النوع الى حسابات دقيقة لحجم المعدن اللازم لملء القالب سواء بالزيادة او بالنقصة. يبقى انا عندي الاستنبة بالشكل دوت. وده عندي جزء المعدن اهوت. المعدن اللي انا عايز اعمل له عملية اه تشكيل. بعد كده عن طريق السنبك اللي موجود عندي. فبيضغط السنبك دوت على المعدن اللي موجود عندي. فبيديني شكل ليه? شكل المنتج اللي انا عايزه. يبقى ده المنتج اللي الطارق دوت او النوع دوت بالقالب اللي هو محكم الغلق. ده اشبه بنوع اللي ايه? اللي قبل كده. لكن بدون ظهور ايه? زيادات. مفيش زيادات موجودين عندي يعني مفيش حاجة زي ده موجودة عندي. تمام? بس اللي بحتاج ايه? بحتاج ان انا حسابات دقيقة علشان خاطر حجم المعدن اللي ايه اللي موجود عندي. سواء بالزيادة أو بالنقص عن. ده كفيديو! بيوضح برضك الشكل. ادي عندي المكينة او المتركة اللي انا هبدأ اشتغل عليها. طبعا دي مطرقة بخارية. تمام? بيبدأ هو بيوريني الاجزاء بتاعتها. بيعرفني الاجزاء بتاعتها بتشتغل ازاي? بعد كده قعد عندي. عن طريق المكبس دوت. طبعا انا بثبتها. ببدأ بعد ما ثبتها موجودة عندي على القاعدة اللي موجودة عندي. ده الطرق بالقلب المفتوء. تيجيني بالشكل دوت بينزل تصادمي. تمام? نزل تصادمي بدأ ايه? ايه تجع تاني. ها? بس هنا بدأ يشتغل تدريجي. بدأ يشتغل تدريجي واحدة واحدة. ما نزلش مرة واحدة. لا ده هو هنا يشتغل تدريجي. بحيس ان هو ايه? ها? نزل واحدة واحدة بحيس ان يديني الشكل اللي انا عايزه دوت. عن طريق ايه? ان هو ثبت على الايه? قد موجود. بعد كده هيديني اللي هو القالب المغلق. هيوريني باردك شكله ازاي? قد عندي اه عمل زي النظام استنبا. استنبا دي اداتني شكل المنتج اللي انا عايزه. بعد كده بدأ. هو يعرفنا على المكان. الاجزاء بتاعت المكان اللي موجود عندي. ده جزء ايه? باسمه ايه? وده جزء اسمه ايه? وده ايه? بعد كده. بدأ هو عن طريق الكابس اوض. بدأ يملى الفراغ اللي موجود عندي. تمام? بالمعدن وبدأ يطرق عليه بالشكل دوت. بحيس يديني شكل ايه? شكل المنتج اللي موجود عندي بالشكل ده. اهو. يبقى بدأ ايه? يطرق عليه? ده شكل القالب المغلقة. يبقى اتطرق بالقالب المغلق. واللي كان قبل كده اللي هو اتطرق بالقالب اللي ايه? بالقالب المفتوح. بعد كده انا هتتكلم على عملية جديدة اسمها عملية الضرفرة او رولينج. تمام? العملية دي بتنتج للمنتجات اللي ظهرها لي ديت في الصورة. ان انا مسلا ممكن اعمل اشكال آآ آآ عتب لموجود عندي في مصانع موجودة عندي. تمام? ممكن تديني اشكال حرف اتش. ممكن تديني اشكال حرف آآ آآ يو او حرف سي. بيتديني شكل آآ شكل الصورة اللي موجودة عندي ديت بتوضح لي الشغل بتاعي او انا بستخدمها في ايه? عملية بتستخدمها في الايه? العتب اللي موجود موجود عندي دوت. بتديني شرق الحرف اتش. بحيس ان انا جماحه وبع بعض. او بتديني شكل حرف يو. عملية الضرفرة ديت هي عملية تشكيل المعدن بواسطة ايه? عصره. بين استوانتين. يبقى انا عندي المعدن وفيه عندي استوانتين. بيخش المعدن اللي موجود عندي بين استوانتين فبيحمل له عملية عصر. فبيعمل له عملية تقليل للسمك اللي موجود عندي. يبقى الخن بيخش بعد كده يخش على ضرفي ليد بيحصل له عملية عصر. فبيقل للسمك اللي موجود عندي ويشكل ايه? الشكل اللي انا عايزه. تمام? يدوران عكس بعضهما البعض. ويتم في هذه العملية تقليل سمك المعدن مع زيادة طوله. تمام? او عرضه. ويمكن تشكيل الالواح والاعمدة والقطبان. يبقى هو عبارة عن عملية تشكيل. عملية تشكيل المعدن اني بتحصل عن طريق عصر المعدن. ازاي عصر المعدن? ان انا الخامة اللي موجودة بتخش عن طريق درفلين. تمام? او تلاتة او حسب الانواح. هنتكلم عليهم كمان شوية. بيحصل لها عملية عصر. تمام? فبيخرج لي فبيقل ليه السمك اللي موجودة اللي موجودة عندي. بابدأ ممكن اشكل الالواح ممكن اشكل اعمدة. ممكن اشكل ايه? خطبان عن طريق ايه? عن طريق الدرفلة اللي موجودة عندي دي. طبعا الدرفلين دول بيدور عكس بعض. زي ما نشوف دلوقتي. لو جينا بصينا. على الصورة اللي على يمين. دي عبارة عن الدرفلين اهمت. بيدوروا عكس بعض. يعني واحد بيدور مع قريب الساعة والتاني بيدور عكس على قريب الساعة مسلا. بعد كده بيخش قبل الدرفلة بيشوف شكل الحجم شكل المنتج عامل ازاي? وبعد ما اعمل له عاملية عصر بين اللي ايه? بين الدرفلين بيحصل له الشكل بالمنظر دوت. تمام? ودي قطعة الشغل اللي موجودة عندي. ادي شكل المنتج عندي بعد العصر. الدرفيل شائعة الاستعمال. فيه كزا نوع من انواع الدرفيل اللي موجودة عندي. فيه سنائية وفيه سلسية وفيه ربعية وفيه عنقودية. وفيه كزا ايه? فيه كزا نوع كده. اول نوع من انواع الدرفيل الموجودة عندي اللي هي الدرفيل اللي ايه? السنائية. ايه الدرفيلة السنائية ديت. دي بس تخدمها في مراحل الدرفالة على الساخن او البارد وخصوصا لقطع العمل الاولية. يعني شغل بسيط. شغل مش محتاج ان انا اعمل لعملية درفالة تاني. فببدأ ايه اعمال ايه? بدخل المعدن عن طريق درفلين. احنا انا درفلين ده بيعملوا ايه? اه بيعملوا ان هما بيدوروا عكس بعض. فبيعمل عملية للعص ان هو بيقلل لي ايه? السمك بتاع المعدن اللي موجود عندي. خلاص? وده شكل كشكل ما كنت درفالة سنائية عبارة عن درفلين. بيدوروا عن طريق مطور بيبدأ يحرك درفلين دول اللي موجودين عني. فبيعمل لي عملية ايه? عملية تشكيل للمعدن اللي موجود عني. دي اسمها اللي ايه? الدرفيل السنائية. اي بدايت بتستخدم فين? بستعملها. لما يكون عندي ايه? الدرفالة الموجودة عندي على الساخن او البارد. وخصوصا لما يكون في عندي قطع ايه? قطع عمل اولي. نتكلم على تاني حاجة اللي هي الضرفلة السنائية. الضرفلة السنائية ان هي عبارة عن ضرفلة عبارة عن ضرفيل. خش المعدن. في ضرفيل تاني. الاتنين بيدوروا عكس بعض. معهم ضرفيل تالت بيدور ايه? بيدور بردك عكس الايه? عكس التاني. بحيث ان هو يمشي مرحلة. يعني هو يمشي مرحلة. يعمل عملية عصر. وبعدين يمشي مرحلة تانية يبدأ يعمل عملية عصر. بحيث ان هو يقلل لسمك ويديني السمك اللي ايه? يديني المنتج اللي انا عايزة. هي التي تعكس اتجاه حركة قطعة اللي ايه? العمل. يعني تعكس يعني ايه مشى? حركة العمل مشى كده او قطعة الشغل مشى لكده. لأ انا وطروح جاية عكس النحط تانية في الاتجاه دوت. يبقى هي التي تعكس ايه? اتجاه حركة قطعة العمل فيه. بعد كل شوت. يبقى هي مشت شوت في الاتجاه دوت. وبعدين راح اجيها راجعة تاني لو جنت بسيطة على الصورة العليمين. رجعت في الاتجاه المخالف لها مع تقليل الفراغ بين الدرفيلين تدريجيا بين الأشواط يبقى الفراغ بين الدرفيلين أنا بتحكم فيه هو بيقل لي نسبيا يعني بيقل لي مرة في مرة في مرة يبقى احنا قلنا الدرفيل فيه الدرفيل السنائية وفيه عندي الدرفيل السلاسية احنا قلنا السلاسية دي بتعكس اتجاه حرقة قطعة العمل يعني هي بتمشي وبعدين فيه درفيلين بيقابلوهم بيعمل عملية تقليل وبعد كده بروح جاي عاكس حركة آآ الشغلة اللي موجودة عندي. بحيث ان هو يديني المنتج. ودي شكل الماكينة اللي موجودة عندي. ده اللي هي الماكينة الدرفلة السلاسية. بعد كده ماكينة الدرفلة الربعية. يبقى احنا قلنا في واحدة ايه? صنائية. تمام? عبارة عن ضرفلين? في واحدة سلاسية عبارة عن تلات ضرفيل. اتنين بيمشوا في اتجاه. والتالت معهم بس بيعكس الاتجاه بتاع حركة قطعة العمل اللي موجودة عندي. الضرفيل الربعية ايه الضرفيل الربعية ديت بتستعمل لتقليل قوة الضرفلة اللي موجودة عندي بستعملها عشان ايه قوة الضرفلة والطاقة المستهلة وهي ارخص من الضرفيل اللي ايه الكبيرة لو جيت بسيت على الضرفيل الربعية ديت عبارة عن ضرفيلين فوق وضرفيلين تحت وبينهم قطعة الشغل اللي موجودة عندي الضرفيلين اللي فوق بيمشوا عكس بعض يعني ضرفيل بيمشي معه والضرفيل بيمشي عكس تحت برضك نفس القصة درافيل بيمشي معه ودرافيل بيمشي إيه عقص تمام وبتمشي في اتجاه واحد يعني حركة قطعة العمل في اتجاه واحد بخلاف اللي إيه الدرافيل السراسية لا الدرافيل السراسية فيه عندي درافيل إيه بيخش المنتج اللي عندي بيق 피부 له عاملية عصر بيقلل لي سوبك اللي عندي بيدينه المنتج اللي عندي ويروح جاي منازل نحط تانية كده بيمشي في الاتجاه المخالف مع برضك إيه البكرتين دول او الضرفيلين دول بيمشوا ايه عكس بعض يبقى احنا قلنا فيه انواع الضرفيل فيه الضرفيل السنائية فيه الضرفيل السلاسية فيه الضرفيل الرؤية الرباعية بعد كده فيه ضرفيل تانية شائعة الاستعمال زي ايه مثلا فيه ضرفيل عنقودية عبارة عن ضرفيلين ومعهم ضرفيل صغير الاتنين بيمشوا مع بعض والضرفيل الصغير اللي هو قبل قطعة الشغل اللي موجود عندي بيمشي عكس الاتجاه برضك نفس وضع الضرفيل لفوق هي نفس وضع الضرفيل اللي تحت يعني يعني برضك فيه ضرفيلين تحت وفيه ضرفيل عشان خاطر قطعة الشغل اللي موجودة عندي بحيث ان هو هيعمل لي عملية عصر ولو جينا بصين هنتليم كلهم ماشين ايه في اتجاه واحد دي بالنسبة لليه الضرفيل العنقودية فيه الضرفيل اسمها الضرفيل ترادفية بتمشي على مراحل موجودة عندي انا عايز اقلل فقلل 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 فبعدم ايه فيه عندي بكرتين بيمشوا ايه عكس اتجاه بعض بيخش على ضرفيلين تانيين بيخش عكس اتجاه بعض بس المسافة ما بين الضرفيل الاولاني يختلف عن المسافة ما بين التاني يختلف عن المسافة ما بين التالت احنا قلنا فيه كم نوع فيه خمس انواع اول حاجة السنائية الضرفيل السنائية تاني حاجة الضرفيل السلاسية تالت حاجة الضرفيل الرباعية رابع حاجة الضرفيل العنقودية خامس حاجة واخر حاجة اللي هي ايه الضرفيل التراذفية المقاطع او بعض الاشكال او التطبيقات اللي انا ممكن استخدم بها عملية الضرفالة ديت لو انا ببسطع الشمال فيه عندي 3 مقاطع موجودين هون بالشكل دوت كل مقطع من دول بيدلي المنتج اللي انا هنتجه بعد ما اعمل له عملية ضرفال لو بسطع الشمال هتلاقي فيه كم مقطع فيه 3 مقاطع موجودين عندك او 3 قطع شغل موجودين عندك كل واحدة من دول وصادها الناحة التانية بيديني الشكل لو انا مثلا عايز اعمل شكل لحرف اتش زي دوت. تمام? قضيب زي دوت مسلا. لو انا عايز اعمل حرف اي تمام? طب تعالي على التاني. لو انا عايز اعمل مسلا رول لو انا عايز اعمل رول ايه? رول صاج مسلا. فببدأ اعمل عملية ضرفلة لللوح اللي موجود عندي بيخش بيعمل له عملية عصر. فبقلل الصمك اللي موجود عندي ممكن يديني لوح. وممكن بعد كده ممكن يديني اللوح داي كشوك كشكل بكرة. يبقى قادي ايه? المنتج قبل الضرفلة. وقادي المنتج بعد الضرفلة. طب ايه الشكل الاخير دوت? ده عبارة عن مقطع. المقطع ده ممكن احوله. عن طريق الضرفلة الموجودة عندي. يا اما مربع يا اما ايه? يا اما دائر. يبقى دي عندي المقاطع. عندي الاشكال الموجودة عندي فيه تلات اشكال. طبعا ده بعض الاشكال الموجودة اللي ممكن انتجه عن طريق عملية الضرفلة. ادي عندي تلات اشكال. كل شكل من دول. وصاده النحاء التانية. المنتج اللي انا عايزه. اللي انا من خلاله هابدأ ايه? هابدأ اجيب المنتج او استخدمه في ايه? يبقى ممكن استخدم مقطع حرف اتش او حرف اي. ممكن بعد كده لوح. ابدأ اقل السمك بتاعه بحيس ان انا اعمله الواح. وبعد كده ممكن اعمله كبكر. بعد كده المقطع الموجود عندي. ممكن اعمله مقطع اه مربع او مقطع ايه? دائري. ده شكل الضرف ولا التشكيل ايه لمنتج موجود عندي? عبارة عن ضرفلين اهمت في الجم. بيدينه شكل ايه? شكل الخامة من الجم. وفيه عندي ضرفيل من فوق وضرفيل من تحت عشان يشكل الشكل اللي انا عايزه. ازا كان حرف اتش او ازا كان ايه? حرف اي. طبعا دي المكنة اللي موجودة عندي. اللي على يمين ديت اسمها مكنة الضرفيل التشكيلية. اللي ممكن انا من خلالها من خلالها امتج المنتج اللي موجود عندي دوة تولي يكون حرف ايه? حرف او حرف سي. تمام? يبقى ده شكل الدرفالة المنتج الموجود عندي حرف اتش عبارة عن ضرفلين ركبين في الجنب وفي عندي ضرفيل من فوق ضرفيل من تحت عشان يشكل لي المقطع اللي انا عايز اعمله كشكل حرف اي او كشكل حرف اتش تمام بعد كده المكن اللي على التانية بتبدأ ايه بتبدأ تعمل لي شكل حرف سي ده عبارة عن فيديو بيوضح لو جينا بصينا عليه بيشرح المكنة طبعا عبارة عن مواتير وجوربوكس بيبدأ الحركة عن طريق العمدان اللي موجودة عندي طبعا هو الطابلية ديت او الصينية اللي موجودة عندي بتمشي على رولات تمام رولات ديت بتبدأ قطعة الشغل اللي موجودة عندي اللي بشكل اصفر دوت بتبدأ تمشي على الرول دوت هو بالاول بيقول لي الاجزاء بتاعة المكن اللي موجودة عندي اللي من خلالها بيبدأ يحصل عملية التشكيل بعد كده بدأ يمشي قطعة الشغل اللي موجودة عندي هتبدأ تمر شوف حجم الشغلة اللي موجودة عندي اديه هتبدأ تمر بين ضرفلين بالشكل دوت هيحصل لها عملية عصر. فهدي يبدأ ايه? يقل السمك بتاعها. بدأ يشرح لباردك الدرفيل. بيبدأ مشرح لمرحلة مرحلة. بصوا كده هتمشي بين الدرفيلين. فبقى حصل لها عملية عصر بالشكل دوت. وبعد كده. بصوا شوفوا المرحلة اللي بعد كده. هتخش على مرحلة تانية. بتخش على مرحلة تانية بالشكل دوت. هي قد طلعت. تحولت من مرحلة مرحلة تانية. بدأ المكينة الموجودة عندي دوت دي اه درفالة سلاسية. يقول الباول درايف. بدأ يشرح للاجزاء بتاع المكينة الموجودة عندي. وحركة اللورلات. بدأ يمشي. واول مرحلة قال لي ان المكينة الدرفالة دي اتسونية. بعد كده قال لي لا ده انا فيه مكينة سلاسية. لها الدرفيل السلاسية. بدأ يمشي يحصل عملية عصر للمعدن اللي موجودة عندي. عن طريق اللوح. بعد كده هيغير اتجاهه. ويطلع على المرحلة اللي فوق. بالمنظر ده بالشكل دوت. بص كده. اه بدأ يرفع اللي ايه. بدأ يرفع الصينية اللي هو ركز عليها. وبدأت تمشي المرحلة التانية. بالشكل دوت. اهو. بدأ يحصل عملية عصر تاني. بقال لي لصومك تاني. طبعا ده. كفيديو بيوضح لي. بعدك انا اتكلم على الاكستروجان. اللي هو عملية البسك اللي موجودة عندي. عملية البسك ديت هي عملية تشكيل للمعدن. بستخدم فيها ان انا ممكن انتج اعمدة بمقاطع سابطة. يعني المقطع اللي موجود عندي سابط. بس انا ممكن انتج عنده ايه. عنده عمود. طيب. ازاي. عن طريق ان انا بضغط المادة المعدنية او البلاستيكية خلال فوهة البسك اللي موجودة عندي. تعطي نفس الشكل المقطعي المطلوب. تاني. يبقى هي عملية البسك. هي عملية تشكيل للمعدن. بستخدم انتاج اعمدة. بستخدم ايه? انتاج اعمدة. يعني من خلالها ممكن انتج اعمدة. ايه تاني? المقاطع بتاعة الاعمدة اللي موجودة عندي بتكون ايه? بتكون سابتة. بتكون سابتة ايه الشكل? ازاي? بحيث ان انا عندي مادة معدنية. المادة المعدنية ده ببدأ اعمل عملية ضغط لها او مادة مسلا بلاستيكية. اما مادة معدنية اما مادة بلاستيكية. بيحصل لها عملية ضغط عندي خلال فوهة. في عندي جزء كده مخرج. ليه? بيبدأ يعطي نفس الشكل المقطعي ايه? المقطعي للايه? المطلوب. لو جينا بصينا على اساليب البسق اللي موجودة عندي. اساليب البسق ايه? في عندي اسلوبين من اساليب البسق. نتكلم على اول اسلوب اللي هو البسق المباشر. يبا تنقسم اساليب البسق اللي عند نوعين اساسيين. في عندي بسق مباشر. وفي عندي بسق ايه? غير مباشر. البسق المباشر عبارة عن في قالب. بعد كده في عندي القلب دوت في عندي قالب تشكيل. يبا في عندي قالب كمخرج. وبعد كده في قالب تشكيل. بعد كده في خروج المعدن اللي موجود عندي. لو جينا بصينا على خروج المعدن هتلاقيه في اتجاه ايه? اتجاه الضغط عندي. يبقى انا عندي قالب وقالب تاني ببدأ اعمل عملية كبس عن طريق دراع كده عن الخامة اللي موجود عندي ازا كانت بلاستيكية او ازا كانت معدنية. فبتبدأ تخرج من ايه? بتبدأ تخرج من قالب التشكيل اللي موجود عندي. القالب ده هو يخرج ايه? يخرج المعدن بسميه المعدن المبسوط. تاني. يبقى انا عندي قالب. في عندي زراع او مجبس. بيبدأ الزراع او المجبس دوت بيعمل عملية كبس للايه? للمعدن الموجودة عندي. المعدن ده ممكن يكون بلاستيك او معدن. تمام? بعد كده في عندي قالب تاني بيبدأ يخرج منه. لو جينا بصينا على الاتجاه. احنا قلنا دايرت مباشر. لو جينا بصينا على الاتجاه عندي خروج المعدن. هنلاقي خروج المعدن عندي ايه? مباشر. ابحنا قولنا عبارة عن قلب. وبعد كده في عندي مكبس او دراع. ببدأ اعمل عملية كبس المعتن اللي الموجودة عندي بالشكل دوت بيخروج لايه بيخروج للمعتن المبسوق الموجود عندي. طيب ده بيمشي في اتجاه. يعني ضغطة الكبس او المكبس اللي موجودة عندي في اتجاه. وخروج المعتن اللي موجود عندي ايه في اتجاه. يبقى دوت ايه? بنسميه بسك مباشر. طيب. ايه تاني نوع من انواع البسك اللي عندي? البسك الغير مباشر. البسك الايه? الغير مباشر. ايه البسك الغير مباشر دوت? البسك دوت عبارة عن دخول دخول او الضغط بتاع الكبس اللي عندي. وخروج المعدن بيبقى عكس بعد. يعني لو بصيت كده المعدن اللي هو بالشكل الاحمر دوت. بعد كده عن طريق القالب اللي موجود عندي اللي هو القالب اللي عندي. في عندي آآ قالب التشكيل. قالب التشكيل دوت لما اضغط اضغط بمكبس عندي. اضغط الكبس. فخروج المعدن اللي موجود عندي. ما بلايش ليه مكان يخرج منه. فبيضطر يخرج ايه? يخرج تاني من الايه? من الطريقة تاني. يعني هو بيتخش كده. ببدأ دخول المعدن واكبس. وبعد كده بيخرج من مكان ايه? مكان دخول. يبقى احنا قلنا في ايه? في نوعين. هو اول حاجة نوع اللي هو البسك المباشر. تمام? البسك المباشر عبارة عن قلبين. قلبين دول. انا عندي مكبس. المكبس دوت بضغط. وبعد كده بيخرج عن طريق قلبين موجودين عندي. صح كده? طيب. خروج المعدن ذات نفسه في نفس الاتجاه بتاع الكبس اللي عندي. خروج المعدن في نفس اتجاه ايه? المكبس عن طريق ايه? قالب التشكيل. اللي هو بسميه المعدن المبسوك. بعد كده البسك اللي هو الغير مباشر. زي ما انا قلت لك. اللي هو القالب. وفي عندي قالب تشكيل. طبعا عندك لو بسطت على القروج المعدن المبسوك. هلاقيه عكس الاتجاه بتاع المعدن ايه? المعدن التاني. عملية بسك الانبيب. عملية بسك الانبيب. ايه بسك الانبيب ديت? العملية ديت بتعتبر احدى طرق الانتاج. حيث يتم تثبيت قالب تشكيل. لو احنا بصينا على الصورة اللي على الشمال ديت. هنلاقي فيه عبارة عن كتلة معدنية جوه قالب. تمام? وبصينا مكبس. ولو بصينا في الاتجاه بتاع قلم التشكيل هنتلاقي في الاتجاه مع الدخول القالب اللي موجود عندي بالمنزر دوت. بعد كده لو بصينا على اللي بيعمل عملية خارق للكتلة المعدنية بيقوم قلم التشكيل بيعمل ايه لما يعمل خارق للكتلة المعدنية بيروح جاي عمل عملية ايه بكبس الكتلة للخروج يبقى انا بعمل لها عملية خروج من فتحة القالب يبقى انا بعمل مجرالية بحيث ان هو يخرج ايه من فتحة القالب الموجود عندي بذلك ايه ينسب المعدن من خلال المجال المتروك بين قلم التشكيل وايه وفتحة القالب يبقى عملية بسق الانبيب العملية ديت بتبقى ايها الطرق ايه? انتاج الانبيب اللي موجود عندي. بيبدأ يتم تثبيت قلم التشغيل. قلم التشكيل اللي موجود عندي? بتثبت فين? في مركز المكبس. يبقى انا بثبت قلم التشكيل عندي في مركز ايه? المكبس اللي موجود عندي. بعد كده بيقوم قلم التشكيل اللي موجود عندي بيعمل ايه? بيخرج القتلة المعدنية اللي موجود عندي. طب بعد ما بيخرج القتلة ما موجود عندي بيطلع من خلال الايه الانبوب المبسوق يبقى احنا قلنا في حاجة لعملات البسك اللي موجود عندي في عندي بسك مباشر تمام وفي عندي بسك غير مباشر احنا قلنا البسك المباشر ان اتجاه المكبس اتجاه خروج المعدن انما البسك الغير مباشر بيحصل عكس بعد ان هو دخول المعدن بيخرج المعدن من ناحة تانية او الكابس اللي موجود عندي بيخرج المعدن من ناحة تانية لأ في عندي بعد كده عملية بسق الانبيب ان انا عن طريق اا عملية بسق الانبيب عبارة عن تثبيت ان انا بثبت الم تشكيل عندي اللم دوة بثبته في مركز المكبس وبعدين ايه? بيقوم اللم بتاع المكبس دوة بيروح جاي عمل ايه? عملية خارك. بيعمل عملية خارك بيحصل توحي ليه اللي بيحصل. بييجي عن طريق الانبوب المبسوك بيطلع له المنتج اللي موجود عندي. بذلك ينسبم ايه المعدن من خلال المجال المتروك بين ألم التشكيل وفتحة القالب. بعد كده ايه هم المنتجات اللي انا ممكن استخدمها عن طريق عملية البسك. اول حاجة ممكن اعمل قطبان زي مقطع مقاطع مختلفة. يعني عندي فيه قطبان ممكن اعملها باشكال مختلفة. ايه تاني? انابيب صغيرة. عن طريق ايه? بسك الانبيب. ايه تاني? الاقتار نسبيا. ايه تاني? فيه عند المقاطع الانشائية. ممكن اعمل مقاطع انشائية بردك? اه. ايه تاني? ممكن ظروف وطلقات النارية. ايه تاني? بيستخدم او بيستعمل ايه? لتغليف الاسلاك الكهربية بالمواد ايه? العزل. يبقى احنا قلنا التطبيقات او المنتجات اللي ممكن تكون نتجة عن طريق عملية البسك. اول حاجة القطبان زي المقاطع ايه? المختلفة. تاني حاجة الانبيب الصغيرة. تمام? نسبيا. نسبيا. نسبيا الاقتار يعني. الاقتار بتاعتها بتبقى نسبيا. بعد كده فيه عند المقاطع الانشائية. بعد كده فيه عند ظروف طلقات مثلا النارية. بعد كده تستعمل ايه? لتغليف الاسلاك الكهربية بالمواد ايه? بالمواد العزلة. يبقى احنا اتكلمنا في عملية البسك. عن طريق ايه? عن طريق حاجة تلات حاجات. اول حاجة اللي هو البسك المباشر. اتكلمنا هو البسك المباشر. بعد كده البسك الغير مباشر. تمام? بعد كده بسك الانبيب. تمام? بعد كده اتكلمنا على المنتجات او التطبيقات اللي انا من خلالها بيحصل ايه? بتحصل عملية البصر. اتكلم على مميزات التشكيل على الساخن. مميزات التشكيل على الساخن اول حاجة ان انا بعمل عملية حاجة اسمها تهزيب لبنية المعدن. عندي بنية المعدن اللي موجودة عندي. بيحصل لها عملية تهزيب. تاني حاجة ان انا عدم حدوث تسليد او شروخ تمام? بالمعادن المشكلة. ممكن ما يحصلش عندي تسليد او شرخ للمعدن اللي موجودة عندي. من خلال التشكيل على الساخن. ده كلها مميزات من مميزات التشكيل ايه? من التشكيل على الساخن. ايه تاني? امكانية استمرار تشكيلها بعد ذلك. يعني انا ممكن اشكلها بعد كده اه. يعني ممكن اخدها وسخنها وبعد كده ممكن اعمل التشكيل على البارد. يبقى اول حاجة اول ميزة. انها انا ما اعمل عملية تهزيب لبنية المعدن تاني حاجة بعمل عدم حدوث تسليد او شروخ بالمعادن المشكلة بعد كده امكانية ايه استمرار تشكيلها بعد ذلك ايه تاني استخدام ان انا بستخدم طاقة اقل بكثير في عملياتي ليه تشكيل مقارنة بالطاقة المستخدمة في التشكيل على البارد بعد كده عيوبها بيحصل عملية تأكسد السطوح الساخنة بسهولة بيحصل عملية ايه تأكسد للسطوح الساخنة بسهولة ايه تاني ممكن صعوبة السيطرة على ايه ابعاد ومقاسات المنتجات يبقى اول حاجة من العيوب اللي انا ممكن استخدمها في عمليات التشكيل على الساخن ان هو تأكسد السطوح اللي موجود عندي لو جاينا بصينا على الفيديو اللي كنا شرحناه في الحدادة الالية لما جاي يعمل عملية كبس لقينا اجزاء من المعدن بتقع على الارض فبيحصل عملية اكسد للمعدن اللي موجود عندي تأكسد السطوح الساخنة بسهولة حصل عملية تأكسد للسطوح اللي موجود عندي فبدأ ينزل على الارض اللي موجود عندي بعد كده صعوبة السيطرة على ابعاد ومقاسات المنتج يبقى احنا لو جينا نراجع مراجع بسيطة عن المميزات والعيوب لانه ندول مهمين جدا اول حاجة ان انا بعمل عملية تهزيب لبينة المعدن تاني حاجة بعمل عملية عدم حدوث بيحصل عدم حدوث تسليط او شروخ للايه للمعدن المختلفة اللي موجودة عندي بعد كده امكانية استمرار تشكيلها يعني انا ممكن بعد كده اشكلها ممكن احصل لها عملية تشكيل لو انا مسلا بشكل ممكن احط الجزء اللي عندي على الفورن وابدأ اعمل له ايه عملية تشكيل موجودة عندي اللي هنا المميزات بتتكلم عن الحدادة الالية والحدادة الايه اليدوية بعد كده ممكن ايه تاني ممكن استخدم طاقة اقل تمام بكسير في عمليات التشكيل مقارنة بيه مقارنة بالطاقة المستخدمة في التشكيل على البارد نجي نبص على اللعبين اللي موجودين عندي اللعبين اللي موجودين عندي تأكسد السطوح الساخنة بسهولة بيحصل عملية اكسادة للسطوح زي ما انا قلت لك بردك قبل كده ان كان في منتج عندي بيحصل له عملية كابس على الساخن فبدأ حصل عملية تأكسد للمعدن اللي موجودة عندي بعد كده صعوبة السيطرة على ابعاد ومقاسات المنتج اللي موجودة عندي احنا اتكلمنا على الحدادة الالية اتكلمنا على المطارك اللي موجودة عندي قلنا فيه عندي مطارك تساقطية تمام عن طريق الجاذبية وفي عندي مطارك بخارية تمام? وكان في عندي مطارك اللي أنا متركة السستة اللي أنا عرضتها. عرضنا ثلاثة أنواع من المطارك الموجودة عندي. في عندي المطارك اللي هي المطارك التساقطية بالعاية الجاذبية عبارة عن لوح. اللوح ده راكب فيه ضرفلين. الضرفلين اللي موجودين عنده بيبدأ يرفع طولة ما الضرفلين دول ضغطين على اللوح. بيبدأ اللوح مرفوع. عن طريق ليه? عن طريق ضرفلين دول. بعد الضرفلين دول ما يحصل لهم عملية انبعاد كده عن بعض بيبدأ عن طريق ايه اللوح ينزل ينزل ايه تساقضي كلمنا على المطرقة البخارية كدت بتعمل عملية طرق تدريجي للمعدات اللي موجودة عندي بعد كدت كلمنا على عملية الضرفلة عملية الضرفلة في عندي كم نوع من عمليات الضرفلة نقولنا في خمسة تمام في عندي الضرفلة اللي هي السنائية طب ايه هي الضرفلة نراجع هي عملية عصر ايه بحصل عصر للمعدن بحيث ان انا قلل السمك تمام يبقى انا عندي سمك اول الشغل اللي موجود عندي في عندي ضرفيل فوق وضرفيل تحت الاتنين ده واحد بيدور عكس اه مع عقارب الساعة والتاني بيدور عكس عقارب الساعة وبيبدأ يحصل عملية عصر يعني بيحصل عملية تقليل للمشغولة اللي موجودة عندي او بشكلها بعد كده في عندي اللي هو الضرفيل السلاسية ايه الضرفيل السلاسية في عندي ادي ضرفيل والتاني والتالت الاتنين اللي فوق قصين بالمعدن. طب والتالت بردك بيحصل بس عكس الاتجاه. بيمشي عكس الاتجاه. يبقى عندي الضرفلين اللي موجودين عند دول. بيخش المعدن كده. تمام? بيحصل ضرفلين. احنا قلنا الضرفلين اللي موجودين عندي دول. بيمشوا عكس ايه? عكس اه عكس الحركة. يعني ده بيمشي في اتجاه وده يمشي في اتجاه تاني. بيحصل عملية ايه? بيحصل عملية عصر للمعدن. بيقلل السمك اللي موجود عندي. تمام? بعد كده خش تاني يروح جاي داخل مرحلة تانية عن طريق برضك درفلين بيخش عكس بعض بحيس ان هو يقالل ايه السمك اللي موجود عندي وكنا عرضنا فيديو للشكل دوت بعد كده الربعية عبارة عن درفلين الاتنين بيدور عكس اتجاه بعض في عن طريق الخامة اللي موجود عندي وعكس اتجاه بعض برضك للخامة بعد كده في عندي قلنا الدرفيل العنقودية وبعد كده ايه قلنا يبا دي عمليات الدرفلة اللي موجودة عندي. بعدك اتكلمنا على عمليات البسك. خلنا فيه تلات حاجات لعمليات البسك اللي موجودة عندي. في عندي اللي هو البسك المباشر. وفي عندي البسك الغير مباشر. اه البسك المباشر عبارة عن اه مجبس. بيبقى جوه قالب. القالب دوت بيبقى جوه مجبس. المجبس اللي موجود عندي بيضغط كده. بيخش كده المجبس. فبيعمل ايه المجبس دوت? بيعمل عملية طرد للايه? للخامة اللي موجودة عندي او بنسميه المعدن المبسوق عندي. بس الاتنين بيمشوا في اتجاه واحد. يعني ده بيمشي في الاتجاه دوت وده بيطلع من الاتجاه دوت. طب البسك الغير مباشر. الاتنين بيمشوا عكس بعض. ده انا بضغط بسم في اتجاه وبيطلع من نفس الاتجاه اللي اضغطت منه لان ما فيش اي حاجة. لا ده القالم مسدود. بعد كده في بسك الانبيب عبارة عن امبوب او قلم تشكيل. قلم التشكيل اللي موجود عندي ببدأ احطه جوه المعدن اللي موجود في القلب. بعد كده بيحصل ايه? المعدن المبسوق اللي موجود عندي. يبقى احنا اتكلمنا على الحدادة الالية. تكلمنا على المطارك اللي موجود عندي. تمام? اتكلمنا على المطارك المستخدمة في الحدادة ازا كانت مطرقة تساقطية عن طريق الجاذبية او مطرقة البخار او الهواء. بعد كده اتكلمنا على عمليات الضرفلة. وقلنا الانواع بتاع عمليات الضرفلة الموجودة عندي او اسف العملات المكان بتاع الضرفال او الضرفيل اللي عندي ازا كان ضرفيل سلسية رباعية وهكزا كلمنا على عملات البسك وانا في مباشر وانا في غير مباشر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته